اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاتكم النهاردة حلقة جديدة من قناتكم من قناة عизون السبكي من السلسلة التعليمية حلقة جديدة في السلسلة التعليمية قدidelه على السلسلة التعليمية خدنا ازاي تعمل سيفي ا게 الانترفيو وقلنا ازاي تعمل سيفي وازاي تجتزي الانترفيو بسemas Kawaka او المستويش height عملنا معكيفة فيديو عن الانترفيو لالمحاظبين هستيبلكم الرابط بتاع الفيديوهين في الشرح ان شاء الله في ديسكريبشن تحت. اتلاقوا ان عملنا الفيديو اللي هو بيتكلم عن الانترفيو المحاسبين على المستوى الشخصي يا سيدات المستوى الشخصي. ولقى سئلة على المستوى العملي. والحمد لله اللي يعني الفيديو نال اعجاب ناس كتيرة. النهاردة بقى هنعمل حاجة اسمها سي في. ايه هو سي في? وازاي تعمل سي في? انت ازاي تعمل سي في صح? اه بس قبل ما نخش ونزاي نشرح بقى السي في وتعمله ازاي? عايز منك بقى الطلب اللي بقوله عليك بقوله بقوله كل مرة انك تفعلها زر الجرس تشترك في القناة تعمل لي اللايك المحترم ولو هتشاير شاير للناس كلها ولو كومنت كويس عشان نجيلكم كل جديد في جديد. ويلا بقى بينا بقى نشوف السي في ونعمله ازاي? تابعونا. السي في او السيرة ازاتية او السيرة الشخصية ايه هي? انت طبعا بتدور كل ما تدور على شوكي. لقينا شغلة لا مناسبة. ان كنت محاسب ولا دكتور ولا مهندس ولا اي مهنة اي مهنة خلاها ربنا. فانت رازم يكون معاك تعريف. زي ما اقول لك تعريف للكمبيوتر. تعريف للمبيل. تعريف للمكان انت بتجيبها. كتاروك. رازم يكون معاك ايه ولا بشي تقول لك منتج. ويقول لك معاك كتاروكات. كتاروكات دي هي التعريفات. او التعريف بالمنتج. فانت لازم يكون انت شخصيا لازم يكون لديك تعريف. تعريف. عشان لما تروح اصلا شركة لقيت وظيفة عن نت. واحد صاحبك جاب لك وظيفة. آآ لقيت شغل انا من الجرنال من الجرائط. في بيجي. بتيجي. لازم تروح عشان تقعد تعمل انترفيو. لازم يكون معاك تعريف. هو يعرفك ازاي? هو بيتكلم معاك في اه بيتكلم معاك المدير او الاونر او اي حد بيتكلم معاك. اكلام عادي. وبيسألك. بس لازم برضو بيعرف من السيفي. اللي هو ده هو. انت اشتغلت ايه? يعني ما اطلع السيفي كده. حاجة زي كده مسلا. انت اشتغلت ايه? انت عملت ايه? ده عربي وهو في انجليزي وهو بس. اقول له هو. لازم يعرف انت انت اشتغلت ايه بالزبط. عشان يبدأ ايه? يتعامل معاك. هو دخلها له ورق. وتروح تقدمها بالشركة. تروح تقدمها بالشركة. تقول للشركة ايه? انا سيفي اقول لك. طب هنرد عليك ان شاء الله يا فاندم. كنسر رقم ترفونك ورقب ايميلك. وبوب المدير بيقر عليه. لاما بيقرر فيه. لاما بيتقدموا على النت. وهو برضو بيقرر سيفي. فكل الكلام ده لازم نعرف. هنعمل ازاي سيفي? يبقى هو ايه? كتروج بتاعنا? هو ازاي ناس تعرفنا بيه? فده هنخش على الشرح بتاعه. ونشوف ايه هو السيفي و ازاي بتعمل ازاي? السيفي. هنخش بقى على كده السيرة الذاتية بتاعتنا او السيفي او السيرة الشخصية. طبعا كل واحد مننا عنده جهاز كمبيوتر في البيت. او نروح نعمله عند ايه? عند اي حد بتاع اي حد سايبر او ده. يبقى عنده برنامج المتوفر عندكم او عنده برنامج الماكروسوفت اوفيس. اللي هو الورد. اهم حاجة الورد. طبعا السيفي انا عمل سيفي بتاعه هو. ده من خبرة 15 سنة في العمل المهني. ادي السيفي كده عشان انا منطولش عليكم. اول حاجة بكتب سيفي سيرة ازاتية. طبعا بشكلها. طبعا ده ما هنعمل لكم ان شاء الله قرأي كورس ورد على القناة بتاعيتنا ان شاء الله عشان نتعلم نعمل الحاجات دي كلها. فانا كانت في السيرة السادتية. السيرة ازاتية او سيفي. وانا بعمل سورة الشخصية ايه. اول حاجة بحط الصورة بتاعته الشخصية. اول حاجة بقول البيانات الشخصية. الاسم بكتب اسمي ايه بالكامل. الجنسية. اه الديانة مسلم ولا ولا مسيحي ولا يهودي اي ديانة. العنوان بكتب عنواني فين بالزبط. المؤهل لو كنت بكورس سجارة بكورس علوم بكورس تربية بلصانس الحقوق. اه لصانس اداب براحتك. جمعة انا جمعة الزي ازيق واي انت في اي جمعة خلاص. اه دور دور التخرج. بتقول انت تخرجت السنة كام. تاريخ ميلادك. الحالة الاجتماعية بتاعتك. ايه هي. اه كنت متزوج اعزب بتقول بش عارف ايه براحتك بقى. يعني متزوج او اعزب. اه الموقف بالتجنيد. اديت الخدمة العسكرية ولا خدت اعفاء ولا طلعت ايه. بتكتب برضو موقفك من التجنيد. رقم التريفون المحمول او الارضي. بتكتب رقم التريفون المحمول او الارضي. عندك رخصة؟ اه عندي رخصة. رقمها كام؟ اميلك بتفي اميلك بتاعك اهو. بكل ثلاثة بلوح. تعني ان تخش على القسم الثاني دورات ومؤهلات علمية. دورات ومؤهلات علمية. انت ايه المؤهل بتاعك. بكورس تجار. بكورس علوم. اللصانس اداب. بكورس تربية. اي بقى. اي اي حاجة انت ايه مؤهلك. دولهم تجارة. دولهم صنايا. طبعا وتقول له الشعبة ايه والقسم ايه والكلام ده. ايه تاريخ التخرج. بتقول له تاريخ التخرج سنة كام. دورات وكمبيوتر. دورات. باخد كل الدورات انا خدتها في حياتي. ايه هي الدورات. اين كانت خدت مكروسوفت اوفيس. لو انت محاسب خدت محاسبة. لو خدت اكسل. خدت وورد. خدت حاجات في مهندس. خدت اوتو كات. خدت دورات. كل واحد معه مؤهل. عارب دوراته ايه. فانا بحطها هنا كلها دورات ومؤهلات دورات دورات الكمبيوتر. دورات الكمبيوتر بتاعتي. انا عشان اول حاجة ادرت بيسال عليها. ما تعرف كمبيوتر. امتعرفش. اعرف. طب ايه دوراتك. واحد اتنين تترى اربعة. طب. اللغات. احنا كلها بنتكلم عربي. بس انتكلم معنا لغة. في ناس معها لغة انجليزي وفرنساوي والماني واطالي وصيني وروسي. باكتب كل اللغات اللي معي. طب الشهادات الاخرى يه? اللي هي الخبرة. خدت مثلا اه انا خدت شهادة مثلا من مركز فلان للدورة فلانية. اه اه خدت مش عارف شهادة عند معي شهادة خبرة من مكتب محاسبة او من مكتب استشاري هندسي. شهادة كلها اللي حصلت عليها كانت خبرة او اه دوراتار اخرى او من شغلي كله بسجله هنا. بسجله هنا شهادات ودورات اخرى. يعني number دورات الكمبيوتر؟ أنا أقول لده الكمبيوتر أخدت في الكمبيوتر بعد ذلك أخدت في الحسب الآلة أو الكمبيوتر اللغات بالدورات وشهادات أخرى، الدورات التي أخدتها كلها كنت في الحس محاسبة أو في كاوتوكات أو في البرامج أي دورات أخدتها وشهادات خبرة أيضاً أضعها هنا ندخل مع القسم اللي بعدية، الأعمال الصابقة أقول له كل ما انا اشتغلت فيه، انا اشتغلت في واحد اثنين، ثلاثة، أربعة، ومنودة من كذا لكذا يعني مثلاً عملت في شعارة مكتب محاسبة، من سنة كذا لسنة كذا في الشركة مش عارف فيه، من سنة كذا لسنة كذا لسنة كذا شركة ثالثة، شركة رابعة، شركة خمسة، شركة ستة ايه الخبرات؟ بقول له هنا بقى في القسم ده، خبراتي كلها ايه؟ أنا أخدت واحد، اثنين، ثلاث، اربعة، خمسة، ستة، كل خبرات اشتغلت على برامج وعملت وطلعت مواقع بقول له كل الدنيا، بقول له بصف، بحكي له القصة في اجاز في عدة نقط يعني مثلاً حق قصتي خبرتي كلها في 8 نقط، هذه 8 نقط دي ايه خبرتي كلها؟ بعد كده، الأعمال التي يتم اجادتها، انت بتجد ايه في شغلك؟ والله لو كنت محاسب دورة مستندية، دفتر محاسبة، مش عارف، مهم، كل اللي انا بشتغل اشتغلت برامج، اشتغلت كل الأعمال التي يتم اجادتها بالظبط بعد كده، لو انت في خلال كده، او في خلال قسم تاني، يعني انت بشوف انت حسب مؤهلك، وانت بتجد ايه شغلك؟ ايه الشغل بتكتبه؟ او الشغل بتعمله؟ اجدت ايه اللي انت بتقول محترف فيه؟ او انت اشتغلت في ايه؟ فبتقول له انا بشتغل في كل الكلام ده، ده كان السي في باللغة العربية، طيب، عاوزين ننعمله بقى باللغة الإنجليزية، ونخليه باللغة الإنجليزية معينا طيب، انا دلوقتي عملت السي في عندي باللغة العربية، وقلت لك ايه؟ ايه الاقسام اللي هتعملها في اللغة العربية؟ عاوز برضو ان انا ورحت شركة اجنبية او انا برضو رجل عاوز يعني اتميز على اللي بيقديه معي، فبعمل نسختين، نسخة عربي ونسخة ايه؟ انجليزي، نسخة عربي ونسخة انجليزي، ركز معي بقى بحثة دي دلوقتي انا طبعا واحد ولي ايه؟ انا بعرف البتوء الإنجليزي، شاطرين في الإنجليزة يعرفوا يشتغلوا ويعرفوا ترجموا، طب انا مش خايب إنجليزي، مش قدي كده يعني بخش على جوجل او بخش على او بخش على او جوجل او بخش على صفحة اي صفحة نت او صفحة اي صفحة نت او بأibilع عندي المربع ده او الي بركز عليه، بقولي تطبقات جوجل، وurationه وانزل ليها ترجمة اطريقة اسم theregm is.com. Rocpnit.com.C Costco Pro. Elm king says the كنترول ما احقق اواحد عليه اذا انا موحد كده واقوله ما يقي Metcp3 يمين ك كنترولo إيه بمというسơn جيدا أرجع بقى لصفحة إيه؟ أضع الكوبي ده فين بقى لأنا خدته؟ يعني إيه؟ أنا خدت كده كوبي أرجع ثاني صفحة الكروم تاني اللي هي الجوجل أو الترجمة وأقول بيست كنترول في أقوله إيه بيست لصق لصق خلاص يبقى كوبي وبيست كده الرجل إيه؟ جاب للترجمة كلها عندي حرفية قال لي بيانات شخصية بيرزن ديت النيم أهو الاجبشن ناشنال الديانة ريجلون أدريس كل اللي انت عندك عملته كله أو راجل حطه لك أعمل إيه؟ أقول لي أضع كده كل الكلام ده كوبي وبيست وأقول له كنترول إيه؟ أهو أضع كل الكلام اللي عنده كنترول بيست أهو خلاص تحدي الأخر شيء وأفتح صفحة جديدة صفحة ورد جديدة وأنا ساقى نفس أو أحمل صحة كلام الهو ده كله اللي أنا عملته كله هنا أمسحه وأمسحه كله وأفتح صفحة ورد تانية وأقول سيفي بالإنجليزي أنا سيفي بالإنجليزي وأهو وأقول له هنا إيه بيست أنا قلت بيست كده هيجيب لي كل الكلام ده هينقل لي كل الكلام اللي انت شايفه اللي أنا مجهزه عندك جاهز مجهز بكل حاجة بتفاصيله أهو برضو النامو البرزن تي داتا البرزن تي داتا الشخصية والكورسات اللي انت خدتها والكمبيوتر كورس واللانجويتش والكورس اند اوف مش عارف اللي هي المعلش انا ضعيف شوية بالإنجليزي بشي قدي كده قدي الخبرات والشهدات الأخرى ماشي ودي عند المهارات اللي أنا تتسبتها إيه ودي كده عملتها كل ده هو كل الكلام ده هنا هو مترجم وآخر حاجة هي اهو اهو آخر كلمة هو راجل مترجمها لي بكل حزفرها قدي أي كل حاجة خلاص قدي كاسبي بالإنجليزي أنا عملته عرفت ما أنه لو أنا بعرف كتب الإنجليزي أترجم أترجم بسرعة عم فيش مشكلة هو عمل نفس الشكلة عندي بس بدلا نكون الصورة في اليمين الصورة في الشمال لأن الإنجليزي بكتب من الشمال لليمين العربي من يمين للشمال واخدين بالكم معايا من الشمال لليمين ومن يمين للشمال ده من الشمال لليمين الإنجليزي ما بقطوا صورة فيين على اليمين لو العكس أعطاها على إيه على الشمال أو مش عارف مثلا خدت خلاص خدت خدت هنا باللغة العربية خدت الكلام ده اللغة العربية قلت كوبية هو وانزلت جيت هنا وقلت ايه وقلت له هنا ايه يا استاذ بست ورحت ازق راجل ما طلع لكل الكلام اخده واحدة واحدة ففا ناطو واقول له ايه هنا ايمين شمال النم اسم ايه مش عارف ايه يفا انا كده عملت سيفي انجليزي وسيفية عربي اتمنى لو عجبكم الفيديو يعني تدعونا كده ونشترك في القناة وتشتركونا في القناة كده ونفعل زرار الجرس ونعمل اعجاب كده ويا ربنا وفاقكم يا رب ونشوفكم ان شاء الله الحلقة القادمة